فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ما أطيعوا أنفظوا خيراً لأنفسكم ومن يوقع الشحنفس فأولاك هم المفلحون نعم أيوة فاتقوا الله ما استطعتم قيل أن هذه الآية ناسخة لقول الله عز البيئات الأخرى في سورة الله عمران يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقات حق تقات يعني أن تعص الله أن تطيع الله فلا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره وأن يجد حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك وتستقيم استقامة تام هذا اللي تقى الله حقتك هذا صعب وليس بصعب صعب جدا فنسخة هذه الآية بقول فاتقوا الله ما استطعتم على قدرتكم والأحسن من القول بالنسخ لأن النسخ يقتضي ماذا يا أخوان أن تهمل أحد النصيين وتأخذ بالثاني يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقات إذا قلنا منسوخة بقول فاتقوا الله ما استطعتم أيش دعكم هذا خلاص منسوخ معلق لكن قال لا إذا تجمع بين النصين أولى من القول بالنسخ والمنسوخ كيف اتقوا الله حق تقاته على قدر استضعتكم واضح فنتق الله حيث أمر الله عز وجل بقدر استطعتنا فما في ناسك ولا منسوخ وإنما هذا فيه تقييد اتقوا الله حق تقاته بقدر ما تستطيعون فاتقوا الله ما استطعتم تقوا الله تكون بما هذا باندثار الأوامر واجتناب النواهي وطاعتم الله ورسوله والنابة التوبة اسنصوحا نابة إليه ما استطعتم إذا كسبيل إلى طريق التوبة وسبيلها بالطاعة والاستقامة على قد استطعتم واسمعوا لما تؤمروا به وأطيعوا عكس السمع والطاعة السمع المعصي مثل إيش بان يسرعوا قال سمعنا وعصينا وأما المؤمن ماذا قالوا قال سمعنا وعطعنا تقصيرنا قال وفارك ربنا وإليك المصير حانا نسمع ونطيع لكن إذا قصرنا يا رب اغفر لنا ما ما قصرنا وانفقوا خيرا لأنفسكم يعني ما تنفقونه فهذا لأنفسكم أنتم اللي تنفعون من ذلك الله غني عبادتكم ومن يوقى الشحة نفسه ومن يوقى الشحة نفسه الشح هو يعني أعلى درجات البخل ليس البخل فحسب بل هو الشح أي درجة أعمق فالذي يوفقه الله عزل ويتوقع هو بعؤون من الله عزل الحرص والبخل الشديد على نفسه لأنه عمل صائح لنفسه وإذا بخل فعلى نفسه ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد قال الذي يوقيه الله عز وجل هو يتوقع الشح والله يعينه على ذلك فأولاك هم المفلح يعني من يتقي الحرص الحرص مطلوب لكن على ما ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص على على ما ينفعك لو حرص السلام على ما لا ينفعه صار هذا مذموما لو حرص على ما فيه مضرته ما فيه اسم هذا على نفسه مذموم لكن يحرص على النافع النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جواب الكلمة قال ليش قال فاحرص على ما استعمل الله ولا تعجز شف كلمات مختصرة لكنها مرتبة ها ماذا قال أحرص أحرص خليك حريص مش مفرط قيده فقال على ما ينفعك طيب لو النسان حريص على الشيء النافع لن يتمكن ما لم يعنه الله قال واستعن طب العو من الله عز وجل اللهم معنه على ذكرك والشكر وحسن بالتك فلابد من الحرص ولابد أن يكون على ما ينفع في الدين والدنيا ولابد أن يكون معه لاستعانة بالله عز وجل ولا تعجز يعني لا تدع شيء انت قادرا تتمه حتى يقول إيش ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام تقدر ائت به واضح فاذا قال ومن يقشح نفسه فألك هم المفلحون المفلحون يعني هو الضفر بما ينفع والنجاة يعني الضفر بالمطلوب والنجاة من المهروب هذا الفلاح قد أفلح المؤمنون وأعظم فلاح هو أن ينال سارض الله عز وجل ويدخل جنته وينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله حرص نفسه فأولاك أو حرص نفسه فأولاك هم الفاعزون مفلحون فاعزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه اشتركوا في القناة